هنا نروح إلى الأرقام الخاصة بالإنفاق على الطلبة أو على الطالب ياريت 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 لأنه الحكاية دي الحية برضو أثرت عندي أسئلة كثيرة جدا لما عملت ميزانيات المدارس على عدد الطلاب في كل محافظة لقيت أنه ما فيش أي منطق واضح للتأسيم يعني حتلاقي المحافظات اللي هي ما فيهاش سكان كتير زي الوادي جديد وشمال وجنوب سيناء مثلا نصيب الطالب فيها عالي جدا عشر تلاف ربعمائة وستاشر جنيه خمس أضعاف قهر أيوة ده نصيب الطالب فأنت تتوقع أنه ده معناه أنه يكون ده الفلوس اللي تروح للمدرسة مش لكل التعليم مش للمدريات ولا ده للمدارس للمدارس فتتخيل أنه ده يطلع بقى يعني بصرف عشر تلاف جنيه على طالب الوادي الجديد وبصرف ألفين ومتين ستة وستين جنيه على طالب الجيزة بالزبط كده بس ده غياب للمساواة فوق الوصف مش بس طبعا فيه نمرة واحد مستواة بس ممكن يكون لها مساواة بس مقصودة بس أنا هنا حتى بتكلم على أنه ما بترعيش يعني ما لقيتش مثلا كفاءة اللي احنا بسميها كاقصادين كفاءة النفقة الوادي الجديد ما بتطلعش عبقرة في التعليم ما بتطلعش أوائل ما فيهاش أسطورة نجاح خرافية بسبب أنه بتتوجه لها موارد كتيرة الموارد دي بتتصرف عليه بالزبط السلمة؟ على المدرس يعني 10 تلاف جنيه دولة على المدرسة يعني المدرسين والمديرين على العملية تعليمية في قلب المدرسة ممكن يكون بتتصرف على خوش وتصرف على صور المدرسة على الشبابيين ممكن فده الفكرة هنا أنه النفقة مش مترجمة لكفاءة العملية تعليمية يعني عند نصيب الطالب كبير لكن ده مش منعكس على العملية تعليمية الحاجة التانية الملفتة بالنسبة لي برضو أنه كنت تخيل أنه الانفاق الحكومي على المدارس الحكومية في المناطق ذاتة نسب الفقر العالية يكون أعلى بحيث أنه عادة بيكون تعرف فيه بنسميها كده دائرة الفقر المفرغة اللي هو الأهل قليلي التعليم أو كذا وتالي بقتروش يساعد اليوم الدراسي اللي يشهد إقبال كامل من الطلبة هو اليوم الدراسي اللي فيه تغذية في مثل هذه المحافظات القرى الأكثر فقرة قد يكون في أفريقيا مثلا دي حاجة نكحة جدا بس مش تغذية في أفريقيا مختلفة خالص عننا يعني في برامج أكثر تطورا بكتير في القصة دي والحقيقة طبعا مجالس الأباء والمحليات المنتخبة بتقوم بأدوار رائعة في عديد من الدول الأفريقية في الإطار ده